بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من طلبات وطلبات الصف الخامس الابتدائي في قناة انجليز الابتدائي مع مسانا السماء. ان شاء الله انهارنا هنشغل من كتاب المعاصر صفحة ميتين تلاتة وستين. ناخد ان شاء الله لسونس الدرسين خمسة وستة في يونت فايب الوحدة الخمسة. عنوان الدرسين. كتابة مشروع. المفردات. استمع وردد. في مفتاح المفردات. عملية جراحية. عملية جراحية. فت. فت طبيب بيطري. فت طبيب بيطري. كين. كين يعني متحمس او شديد الاهتمام. ممكن نقول شغوف. كين. كين متحمس او شديد الاهتمام. تيم ميت. تيم يعني فريق. ميت يعني زميل. هنقول تيم ميت يعني زميل في فريق العمل. زي ما احنا نقول كلاس ميت يعني زميل في الفصل. هنا هنقول ايه? تيم ميت زميل في فريق العمل. كومبيوتر بروغرامر. كومبيوتر اللي هو الجهاز الحاسب الآلي او الكمبيوتر. بروغرامر مبرمج. جاي من بروغرام. بروغرام يعني برنامج. بروغرامر يعني مبرمج. كومبيوتر بروغرامر يعني مبرمج الحاسوب. كونسورت. كونسورت حفلة موسيقية. كونسورت حفلة موسيقية. هنا حرف سي الاول. احنا نطقنا ك. ك. اما حرف سي هنا نطقنا س. طيب ليه? لانه هنا حرف سي جه بعده اي. حرف سي ينطق س صوت س. لو جه بعده اي او اي او واي. بدي اسمه ايه? كونسورت. كونسورت حفلة موسيقية. كونتري سايد. كونتري سايد. كونتري سايد. كونتري سايد. الريف اسمه كونتري سايد. دي غير فالج. فالج يعني قرية. تيم وارك. تيم وارك فريق عمل جماعي. اللي هو العمل الجماعي علشان تيم يعني فريق وارك عمل تيم وارك عمل جماعي المزيد من المفردات عندنا ايه سك سك يعني مريض سك مريض هتساوي ال 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 يعني مريض دورتي دورتي متاسخ او غير نظيف دورتي يونج يونج يعني صغير السن صغير السن اللي هو الشاب يونج يونج صغير السن العكس بتاعها اولد يعني كبير السن او عجوز تيم فريق تيم فريق دستانس دستانس مسافة دستانس مسافة ريبورت ريبورت يعني تقرير ريبورت تقرير وآدي اولد يعني عجوز او كبير في السن توجدر توجدر معا او سويا توجدر توجدر معا او سويا تي اتشنا تنطق ذا انجرد انجرد يعني مجروح او مصاب انجرد مجروح او مصاب يعني حد يؤع او يصاب بجرح كلين كلين نظيف كلين نظيف لو جتك ذرب فعل يبق اسمها ينظف كلين ورست ورست يعني الاسوأ ورست الاسوأ كومبيوتر جيمز يعني العاب الكمبيوتر كلنا طبعا عارفنا office job office job يعني وظيفة مكتبية office اللي هو المكتب job وظيفة office job وظيفة مكتبية يعني مثلا زي المحاسب زي السكرتير كل دون موظفين بيبقوا عملهم على مكتب office job solving problems solving problems حل المشكلات problems مشكلات solving حل solving problems حل المشكلات solutions solutions يعني علول مفردها solution حل solution حل early early يعني مبكرا early مبكرا early مبكرا information معلومات information معلومات science علوم science علوم experiment experiment هي تجربة تجربة مع عملية تجربة اللي احنا بنقوم بيها في المعمل معمل العلوم experiment football football كرة القدم aim aim يعني هدف aim هدف او غرض يعني الهدف من العمل كذا او الهدف من المشروع كذا aim هدف او غرض هنا هنشوف مجموعة من الافعال conjugation of verbs تصريف الافعال regular verbs يعني افعال منتظمة احنا قلنا كتير جدا فعل منتظم يعني يتبع القاعدة يعني يمشي على النظام يعني هنجيب الفعل المدارع ونضف له اضافات علشان يبقى الماض هنا mind mind يعني يمانع mind يمانع او بمعنها يهتم يهتم نموض mind يعني لا تهتم mind يمانع او يهتم minded minded ضفنا ed scared يعني يخيف scared scared يعني اخافة الفعل ده اساسا اخر اي علشان كده ضفنا d فقط في الماض dislike dislike يكره dislike disliked disliked يعني كرهة ضفنا d فقط agree agree يعني يوافق agreed agreed يعني وافقة ضفنا برضو حرف d فقط لانه اساسا اخر اي اما هنا irregular verbs افعال غير منتظمة يعني شكلها بيدغير في الماضي عن المدارع زي ايه bring bring يحضر bring يحضر يحضر الشيء brought يعني احضر brought احضر هنا gh silent لا تنطب get يعني يصبح get يصبح got اصبح think think يعني يفكر think يفكر او يعتقد thought thought فكر او يعتقد gh هنا silent لا تنطب meet meet يقابل meet يقابل مت مت قابلة when يفوز when يفوز one one فازة فنكمل درسنا على صفحة 2 64 يقول important expressions and propositions تعبيرات همة وحروف جرهم get sick get sick يعني يصاب بمرض get sick يصاب بمرض أو يمرض i'm used to it يعني أنا معتاد على ذلك i'm used to it أنا معتاد على ذلك يعني أنا متعود على كده work with work with يعمل مع work with يعمل مع i don't mind أنا لا أمانع i don't mind أنا لا أمانع get out of bed get out of bed ينهض من الفراش make friends make friends يعني يكون صداقة make friends يكون صداقة work out the best solutions هي على بعضها كده التعبير ده معناها يستنبط أفضل الحلول يعني ايه؟ يعني يتوصل لأفضل الحلول work out the best solutions work out the best solutions the aim of الهدف من the aim of الهدف من to make بعد كده حاجة better أفضل to make our life better يعني لنجعل حياتنا مثلا أفضل the worst part of الجزء الأسوأ في the worst part of الجزء الأسوأ في i'm not keen on لست متحمسا لي i'm not keen on لست متحمسا لي هنشوف هنا pop quiz on vocabulary على جزء vocabulary اللي احنا أخذناه read and complete اقرأ we بكلمات من الصندوق ايه كلمات الصندوق scare scare يعني يخيف operation عملية جراحية that طبيب بيطني worst الأسوأ هنبدأ أول حاجة هنا في number one my pet يعني الحيوان المدلل لدي أي حيوان مدلل عندك اسمه pet يعني ممكن يكون مثلا قطة أو dog puppy kelp ممكن يكون turtle صلحفة أي نوع من الحيوانات المدللة is sick يعني marine it needs انه يحتاج حيوان ده hand operation يعني عملية جراحي يبقى دي هي إجابتنا في number one number two a عايز ناخد كلمة ونقول helps animals get better يعني مساعد الحيوانات أن تتحسن مين بيساعد الحيوانات تبقى أفضل أو تتحسن that طبيب بيطري number three the dogs الكلاب مالها me أنا so I don't like playing with them أنا لا أحب اللعب معهم يبقى هما بيعملوا ايه scare me scare me يعني يخيفونني listening and reading استماع وقراءة you look on the lesson استمع and read وإقراء my name is Rana اسمي Rana I work with animals أنا أعمل مع الحيوانات and I love my job وأنا أحب وظيفتي if animals are sick or injured لو أن الحيوانات مريضة أو مصابة أو جريحة يعني I help to make them better أنا أساعد في أن أجعلهم أفضل some days بعض الأيام I work inside أنا أعمل بالداخل and people bring their animals to me يعني لو هي that طبيب بيطري وعندها عيادة للحيوانات وعلاج الحيوانات الناس هيجيبوا الحيوانات المدللة وهيروحوا لها inside inside يعني داخل العيادة حيادة الطبيب البيطري أنا بيقول I work inside and people bring their animals to me والناس بيحضروا حيواناتهم لي If an animal needs an operation لو أن حيوان يحتاج operation هي عملية جراحية The room has to be very very clean الغرفة غرفة العمليات لازم تكون نظيفة جدا جدا On other days في أيام أخرى I go to people's houses أنا أذهب إلى منازل الناس or farms أو المزارع to check on the animals لأفخص الحيوانات لو أن في حيوانات مريضة ممكن يستدعو الطبيب البيطري في المزارع مثلا أن هو يفخص الحيوانات دي It can be very dirty in some places يمكن أن يكون المكان متصغ جدا في بعض الأماكن But لكن I don't mind أنا لا أمانع I lived on a farm I lived on a farm أنا عشت في مزرعة when I was younger عندما كنت أصغر سنة So لذا I'm used to it أنا معتاد على ذلك And I love the countryside وأنا أحب أبيك What's the worst part of the job يعني ما هو الجزء الأسوأ من الوظيفة وظيفة ذات دي It's when an animal gets sick in the night يعني عندما يمرض حيوان ما بأليم And I have to get out of bed وأضطر للمهوض من الفراش هنا نستكمل بيقول إيه Hello أهلا I'm Shreef أنا شريف When I was young عندما كنت صغيرا I knew I didn't want to work with animals أنا عرفت أني لا لم أكن أريد أن أعمل مع الحيوانات They scare me هم يخيفونني الحيوانات بتخوف I'm not keen on being outside كمان في حاجة تاني أنا لست شغوفاً أو لست متحمساً بالبقاء لجلبي So لذا I wanted an office job أردت وظيفة مكتبية When I was young عندما كنت صغيراً I loved playing computer games أنا أحببت لعب ألعاب الكمبيوتر I also really enjoy solving problems أنا أيضاً استمتعت بحل المشكلة So لذا In my job بعد مكتبك خلاص In my job في وظيفتي I do both أنا أقوم بكلاهما اللي حكتين دون اللي هو أنه ممكن يلعب على ألعاب الكمبيوتر وكمان تحل مشكلات I also enjoy working with other people أنا أيضاً استمتع بالعمل مع ناس آخرين There are 16 people in my team You got 16 شخص في فريقي وكده بيعمل في عمل جماعي We don't always agree نحن لسنا دائماً متفقين But we work out the best solutions لكن نحن نحصل على أفضل الحلول دي طبعاً وظيفة مكتبية أنا بي read and learn بقرأ وتعلم When you are thinking about a job عندما تفكر في وظيفة عندما تكون بتفكر في وظيفة It's important to think about إنه من الهام أن تفكر في What you like and dislike فيما أنت تحبه أو لا تحبه أي شيء اللي يحبه أو يعجبك في الوظيفة أو ما لا يعجبك في هذه الوظيفة أنا بي think about فكر فيه عندما تكون بتفكر في وظيفة فكر في إيه لازم تكون في نقاط زي إيه في المكان في شقة في منزل في مثلاً مكتب or outdoors outdoors يعني في الخارج ممكن يكون في المزارع ممكن يكون في مكان لو أنت مهندس معماري يبقى في مكان البناء مثلاً مهندس بترول في مكان استخراج البترول وهكذا traveling long distance يعني السفر لمسافات طويلة لو إن العمل ده بعيد ممكن هل أنت تعجبك فكرة السفر لمسافات بعيدة أو لا أي كمان getting up very early الاستيقاظ مبكراً جداً وظيفة ليه اللي أنت بتفكر فيها تتطلب الاستيقاظ مبكراً جداً ولا لا الأمر ده هيعجبك ولا لا writing reports يعني كتابة تقارير هل هي الوظيفة دي هتحتاج كتابة تقارير أم لا meeting or talking to new people يعني مقابلة أو التحدث مع أشخاص جدد فولاً القضي لازم أنت تتفكر فيها عندما تكون تفكر في وظيفة بعد كده هنا بيوت It's also important to think about إنه أيضاً هام أن تفكر فيه what you are good at and what you are not so good at أي أي بيقولك تفكر في إيه ما أنت جيد فيه وما أنت لا تجيد يعني حاجة أنت تجيد عملها حاجة لا تجيد عملها فبيقولك think about تفكر فيه إيه اللي هتفكر فيه solving problems حل المشكلات كمان إيه helping sick people or animals مساعدة أشخاص أو حيوانات مريض making new friends تكوين صداقات جديدة working in a team العمل في فريق هل أنت تحب العمل في فريق أو تحب العمل المنفرد reading lots of information يعني القراءة الكثير من المعلومات هنا بwriting skill يعني مهارة الكتابة how to write about your future job ماذا؟ كيف؟ كيف تكتب عن وظيفتك المستقبلية؟ أنا مثلا هتقول my future job وظيفتي المستقبلية كلمة أقول إيه؟ when I am older عندما أكون أكبر سنا I want to be a أنا أريد أن أكون وهقول اسم الوظيفة يعني مثلا هقول I want to be a doctor وهقول because لأن سبب أنا اخترت للوظيفة لي هقول because مثلا I want to help sick people أنا أحب أو أريد أن أساعد الناس المرضى I think أنا أعتقد this is a good job for me أنا أعتقد أنها وظيفة جيدة جدا بالنسبة لي because لأني I like مثلا وهتقول إيه طبيعة العمل بتاعه I good at هتقول إيه مهاراتك بقى I good at والإسم المهارة اللي أنت جايد فيها and I enjoy وأنا أستمتع بيه المهارة أو النشاط اللي أنا أقدر أو أستطيع أن أقوم به I don't want to be a أنا لا أريد أن أكون وظيفة تاني أنت مش بتحبها وتقول ليه because I'm not good at مثلا لو أنت اخترت وظيفة مختلفة هتقول ما ساوئها وتقول أنا لست جيدة في عملكة also أيضا I don't really enjoy أنا أيضا لا أستمتع بهذه الوظيفة بعد كده نشوف صفحة 267 Look أنظر and read وإقرأ هنا بيتكلم عن Teamwork Teamwork العمل الجماعي هنا في الصورة الأولى واضحة بندقول الناس فيه معمل فبيقول إيه I work in a team أنا أعمل في فريق in science في العلوم أو مادة العلوم When we are doing an experiment عندما نجري تجربة ما عمل إيه عندما يكون فيه تجربة يبقى هو كده بيعمل فيه فريق مع ناستان طيب هنا I work in a team أنا أعمل في فريق when I am playing football عندما ألعب كرة القدم كمان كرة القدم ما يفعش واحد بس سلعك ده يتطلب العمل الجماعي I work in a team أنا أعمل في فريق when I help mom عندما أساعد والدتي in the kitchen at home في المطبخ في المنزة برضو ده عمل جماعي المشاركة نفسها تبقى عمل جماعي I work in a team أنا أعمل في فريق for the school concert من حجل الحفل الموسيقي المدرسي الحفل الموسيقي المدرسي كل واحد مع الآلة الموسيقية اللي بيعزف عليها كل دول بيعزفوا مقطوعا موسيقية وحدة يبقى ده عمل جماعي بيقول إيه هنا when you work in a team عندما تعمل في فريق you work with other people أن تتعمل مع ناس أخرين to do something together أن تؤدوا شيئا ما معا أو سويا for example على سبيل المثال the aim of a football team is to win هدف فريق كرة القدم هو الفوث you work with your teammates أنت تعمل مع زملاء الفريق الناس المعاك في فريق كرة القدم to do this لتحقق ذلك you can't win a football match by yourself أنت لا تستطيع أن تفوز بمباراة في كرة القدم by yourself بنفسك محدش أو بمفردك محدش بيلعب في كرة القدم لوحده لازم الفريق كله مع بعض يتعاون هنشوف بعد كده general exercises تدريبات عامة on lessons 5 & 6 على الدرسين الخمسة و 6 في يونت 5 الوحدة الخمسة number one read and complete the text اقرأ وأكمل النصف the words from the box بكلمات من الصندوق ايه كلمات الصندوق better better يعني أفضل animals حيوانات سك مريض operation عملية جراحية biography هنا بيقول اسمي رين اسمي رين I'm a vet أنا طبيب بيطري I work with لما طبيب بيطري يبقى بيعمل مع مين يتعامل مع مين animals حيوانات يبقى هنقل animals هنا في أول فراغ number one طيب بعد كده بيقول and I love my job وأنا أحب وظيفتي if animals are لو أن الحيوانات are sick مريضة هنختار هنا sick هنكتبها هنا or injured أو مصابة I helped to make them أنا أساعد في أن أجعلهم a better better يعني أفضل هذه better some days بعض الأيام I work inside أنا أعمل بالداخل and people bring their animals to me والناس يقدروا حيواناتهم إلي if an animal needs a or an لو أن حيوان يحتاج يحتاج أي an operation عملية جراحية كده في number four هنكتب هنا operation the room has to be very clean الغرفة يجب أو الحجرة حبرة العمليات يجب أن تكون نظيفة جدا كده إحنا خلصنا الأربع فراغات المنجودة ودي طبعا كلمة زيادة number two read and match اقرأ وصل a with b number a هنا بيقول number one think about traveling يعني فكر في السفر سفر هنكمل بيضة problems مشكلات I'm playing football أنا ألعب كرة القدم kitchen at home المطبخ في المنزل long distances يعني مسافات طويلة teamwork عمل جماعي in barns barns اللي هي الحزائر حزائر الحيوانات مفردها barn حزيرة هنا بيقول think about traveling فكر في السفر ايه long distances يعني لمسافات طويلة number two it can be very dirty يمكن أن يكون المكان متسخ جدا فين in barns في الحزائر حزائر الحيوانات number three I love solving أنا أحب حل حل ايه problems المشكلات أحب حل المشكلات number four I work in a team أنا أعمل في فريق when عندما عندما إيه when I'm playing football عندما ألعب كرة القدم ده اللعبة جماعية لازم ألعب في فريق number five I'll help mom أنا أساعد والدتي in the فين ساعدة فين in the kitchen at home في المطبخ بالمنزل number three three reorder the words يعني أعد تبتيب الكلمات to make correct sentences لتصنع رباً صحيحة أول حاجة هنا بقول number one of the half figure the football the football كرة القدم the aim الهدف to win النفوذ is the verb يجي معه ماشي وقت team يعني فريق هنبدأ أول حاجة the aim the aim معناها الهدف طيب عايز أقول الهدف إيه the aim of يعني الهدف من أهو عارف الجرق يبقى the aim of الهدف من the football team هدف هادي the football team the football team فريق كرة القدم is هو الهدف is verb to be to win النفوذ يبقى الفوذ يبقى هدف فريق كرة القدم هو الفوذ number two at the good يعني جيد good at يعني جيد في I'm الفاعل i am هنقول I'm أنا new جديد friends أصدقاء making يعني تكوين لما نقول making friends تكوين صداقة هنبدأ أول حاجة ب I'm at الفاعل ومعات verb to be أقول I'm good at أنا جيد في good at جيد في جيد في ايه making new friends تكوين صداقة يبقى يبقى صداقة أو أصدقاء جدد number three a دي أدتنا الكرة تيجي قبل الاسم one يعني يريد بي دفرتو بي في المصدر I أنا two بيولوجست يعني بيولوجست أحيائي بيولوجست أحيائي هو الشخص اللي وظيفته يعمل في علم الأحياء طيب هنبدأ أول حاجة هنا I الضمير I معناه أنا ده ضمير الفاعل بعد الفاعل يجي ايه يجي الفاعل فين الفاعل هنا want I want أنا أريد أريد ايه I want يجي بعد وحرف الجارة to أنا أريد أن بعد to دايما يجي مصدر الفاعل فين مصدر الفاعل هنا be أكون I want to be أنا أريد أن أكون a biologist أحيائي هادي هنا نقول a بعد كده biologist number 4 known a scientist scientist يعني عالم what يعني أود you أنت to be أن تكون like تحب ايبا هنبدأ بيه would طيب would you like معنى هل أنت تود هذه would you like هل أنت تود to be أن تكون a scientist عالم هل أنت تود أن تكون عالم would you like to be a scientist number 5 out out ده يجي مع الفعل works out معناها ننجز أو نتحقق أو نعمل أو نتوصل إلى كل دي معاني طيب he يعني هو solutions حلول best أفضل the معناها the works اللي احنا قلنا عليه هنبدأ بيه he كده الفاعل بعد الفاعل يجي الفاعل فين الفاعل هناك works out هادي أقول i works out he he works out works out هو يتوصل إلى the best solutions أفضل الحلول أو الحلول الأفضل يبقى آدي the بعد كده best وآدي solutions he works out the best solutions هنشوف بعد كده صفحيك 209 و60 بيقول read the text and answer the questions اقرأ النص وهي أجب عن الأسئلة طيب النص بيقول hello أهلا I'm أحمد أنا أحمد when I was young عندما كنت صغيرا I knew أنا عرفت I didn't want to work with animals أني لم أكن أريد أن أعمل مع الحيوانات they scare me إنهم يخيفونني I'm not keen on being outside أنا لست شغوفا أو لست متحمسا للبقاء خارج البيت لذا I wanted an office job أنا أردت وظيفة مكتبية when I was young عندما كنت صغيرا I loved playing computer games أنا أحببت لعب ألعاب الكمبيوتر I also really enjoy solving problems أنا أيضا بالفعل enjoy solving problems يعني أستمتع بحل المشكلة لذا In my job في وظيفتي I do both أنا أقوم بكلاهما بالوظفتين دول اللي هو playing computer games وي كمان solving problems حل المشكلة I also enjoy working with other people أنا أيضا أستمتع بالعمل مع أناس آخرين There are 16 people in my team يوجد 16 شخص يعملون معي في فريقي We don't always agree نحن دائما لسنا دائما نتفق But We work out the best solutions نتوصل إلى أفضل الحلول أو ننجز أفضل الحلول أي هنا الأسئلة على نفس الفقرة بيقول Choose a correct answer from A, B, C or D Number one didn't want to work well أحمد لم يكن يريد أن يعمل مع مع أي computers آآ الحاسوب أو الحواسيب عشان تبقى جمع ولا science علوم ولا animals ولا animals حيوانات ولا balls كورات animals حيوانات والكلام ده موجود عندك في الفقرة في الصف الثاني على طوب أو السطر الثاني وهذا كان number two أحمد loved أحمد أحب playing games ألعاب When he was young عندما كان صغيرا طبعا computer games ألعاب computer لكن دي فوتبول كرة القدم بسكتبول كرة السلة handball كرة كرة الياد Number three أحمد works in A أحمد يعمل في A in school في مدرسة لا In A team في فريق In A house في منزل In A farm في مزرع لا أحمد يعمل في فريق In A team B هنا بيقول أجب عنا لسئلة التالية What does the underlined pronoun they refer to الضمير They pronoun معناها الضمير Underlined يعني الذي تحته خط يعني بعايز أقول لك إلى ما يشير الضمير الذي تحته خط نقول ثاني تركيب السؤال ده عشان ده مهم جدا What معناها ما أو مال What does the underlined Underlined يعني تحته خط pronoun ضمير they بتكلم عن they موجودة عندك في الفقرة refer to يشير إلى يبقى ترجمة السؤال ده الضمير they الذي تحته خط يشير إلى إيه طيب بص كده هنرجع مش هو في الضمير هو بتكلم عنه they بتكلم عن مين بتكلم عن animals الحيوانات نرجع على طول اللي قبله أنا أعرف ان هو بتكلم عن الحيوانات I didn't want to work with animals أنا لا وأنا لم أكن أريد أن ألعب مع أعمل أعمل مع animals الحيوانات they scare me هم يخيفونني بيبقى بيتكلم عن animals حيوانات هي دي إيجابتنا في number 4 هنكتب هنا animals number 5 بيقول what do أحمد and his team do what do أحمد and his team do ماذا يفعل أحمد وفريقه بيعملوا أحمد وفريقه دي هنا بيقول solving problems solving problems يعني يحلون المشاكل أو يحلون المشكلات طبعا ممكن يكون المشكلات الحسابية أو مشكلات مثلا في computer games العاب الكمبيوتر واضحا هو طبعا مقال في وظيفة مكتبية number 5 read and choose اقرأ واختر the correct answer from A, B, C or D number 1 I'm playing أنا ألعب A in a team في فريق A من الحاجات دي هي لعبة جماعية ينفع أن نلعبها في فريق football فرد القدم chess science علوم experiment تجربة علمية لا طبعا الحاجة الوحيدة أن نلعبها في فريق هنا هي football number 2 I enjoy أنا أستمتع بأي new friends new friends يعني صداقات جديدة واصدقاء good reading قراءة solving حل making صنع ولا working working عمل لا هنقول making new friends يعني تكوين صداقات جديدة number 3 it's a عايز ناخد صفة to think about working in a team أن تعمل في فريق تعمل في فريق it's bad سيء أنه سيء أن تفكر في العمل في فريق ولا scary مفيف important هام ولا wrong خطأ طبعا important هام لو أنت عايز تعمل في فريق يبقى it's important to think about working in a team number 4 a vet فت لو الطبيب البيطاري helps يساعد 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 من بأ animals الحيوانات تتحسن good animals الحيوانات الجيدة wild animals الحيوانات البريع ولا sick animals الحيوانات المريضة ولا fast animals الحيوانات السريعة sick animals فت الطبيب البيطاري يساعد الحيوانات المريضة أن تتحسن كده وصلنا لحد صفحة 269 خلصنا كده درسين خمسة وستة آخر درسين في unit 5 إن شاء الله باقي معانا وحدة ونبدأ نحل بإذن الله الامتعانات بالتوفيق للجميع إن شاء الله بنفكرك بإذن الله تتابعنا أنت كل حبيبك وأريبك من أول كدائي لتلت سنوي على قناتنا التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته